آخر موضوع أتكلم فيه الإصلاح الهيكل المؤسسي والاقتصادي للدولة تهيئة مناخ الاستثمار، انضباط مالي، إصلاح مؤسسي وتطوير جهاز الدولة الدولة اشتغلت على تهيئة مناخ الاستثمار في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات، تبسيط إجراءات، حوافز، تعزيز منافسة، إطلاق إصلاحات لبزات لقطاع الصناعة يمكن في إطار التشريعات 14 قانون جديد تم عملهم، كلهم لتحفيز وتحسين مناخ الاستثمار والإطار المؤسسي بنية أساسية لكي تعمل الاستثمار لجنة الوزرية الفضل المنازعات خريطة فرص الاستثمارية، إنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وحدة حل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء الوحدة دي تلقت على مدار السنة ونص اللي فاتت أكتر من 2650 وحدة بدت في 2100 منه والباقي بنخلصه على مدار الفترة اللي فاتت تبسيط الإجراءات، النهاردة حطينا عشرين يوم علشان إطلاق أو إصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزولة النشاط بإجراءات معينة تبسيط الإجراءات ودمج الموافقات مع بعضها البعض ومايكانت الإجراءات الإقراءات الضريبية ومنظومة التقادي عن بعد في المحاكمة الاقتصادية ودي كانت أحد أهم الإنجازات اللي اشتغلنا عليها إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات ودي بالفعل أطلقناها وبدأت تشتغل عشان نستغنى عن الأعمال الورقية ونقلل التواصل ما بين المواطن والموظف التوسع في منح الرخصة الزهبية النهاردة احنا اشتغلنا في 24 شركة فعلاً أخذت الرخصة منهم 15 بدأوا عملية الإنشاء والتشغيل أيضاً للمشروعات بتاعتهم وبينتابع على طول بصورة مستمرة عمل هؤلاء كان مشكلة عندنا دايماً المصنعين يقولوا عندنا موضوع تملك الأرض ولا تخصصها بحق الانتفاع فتحنا المجالين وحطينا أن هيئة التنمية الصناعية هي التي تصدر الرخصة الموحدة لا يوجد جهة تانية في الدولة تدي أي موافقات وأن يبقى للمشروعات العملاقة أي مستثمر سيعمل مشروع كبير جداً نخصص له بصورة فورية الأرض للمصنع الكبير بتاعه علشان يقدر أنه يبني ونطلع له الرخصة الزهبية حزمة يمكن أن المجلس الأعلى للأستثمار أطلق مجموعة من حوافظ الاستثمار الكبيرة جداً 22 إجراء اتعملوا ونتنفذهم فعلاً بحوافظ إضافية تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة ودايماً هذه النقطة كانت مهمة سيد رويس يتحدث عنها الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت هذه الوثيقة التي تحدث بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما هي دور الدولة وما هي القطاعات التي تكون موجودة فيها وما هي القطاعات التي تتخرج منها والقطاع الخاص وصدر هناك لجنة عليا التي تتبع تنفيذ هذه الوثيقة حتى في موضوع الطروحات والذي أعلننا عليه كدولة نعمل عليها وننفذ تبقى للإجراءات وبالقطاع التي ترونها لكي نفعل وننفذ الوثيقة التي كانت موجودة في مجال حماية المنافسة أطلقنا استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل قانون الحماية المنافسة وصدر قانون مهم جداً بيلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية وهذا كان مطلب من كل مجتمع الأعمال أن يكون هناك مسواة وهذا تنفذ فعلاً بهذا الشكل الإصلاح المؤسسي وده شيء مهم جداً وإحنا نشغلين عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري وده كل الخطوات اللي عملناها من إطلاق الاستراتيجية الوطنية إصدار قانون الخدمة المدنية تأسيس الأكاديمية الموطنية لمكافحة الفساد التحول الرقمي قاداء للإصلاح إطلاق الحكومة للبوابة مصر الرقمية والاستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعشرين ثلاثين والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوة مع أيضاً تطوير الإصلاح الإداري للدولة اللي شغالين عليه بخطة حديثة وتحديث والنقل للعاصمة هو جزء من هذا التطوير الاقتصاد المصري بالرغم من كل التحديات ومن كل المشاكل اللي احنا فيها الدولة المصرية والاقتصاد المصري بيعتبر كل المؤسسات بتقول باستثناء هذه الفترة والأزمة العالمية الاقتصاد المصري مرشح أن يكون في عشرين ثلاثين من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم أهم شيء النهاردة من خلال هذا الموضوع ومن خلال حجم العمل اللي اتعمل وأنا يمكن قدامي اثنين ثلاثة سلايد أختم بيهم أهم شيء من كل المشروعات وده كان شيء كلنا لازم نبقى واخدين بنا منه كل سنة بيدخل سوق العمل في مصر مليون شاب وشابة عايزين يشتغلوا وعايزين يفتحوا بيوتهم وعايزين يبقى لهم مستقبل احنا في 2014 كانت نسبة البطالة 13 و2 من 10 احنا الحمد لله النهاردة سبعة واثنين من 10 ومع الزيادة السكانية اللي حصلت في الفترة دي معناها ان احنا مش فقط نزلنا ست نقاط لا احنا اكتر من كده لان خلقنا حجم فرص عمل ادى امل لشبابنا ان البلد دي فعلا بلده وعنه يقدر يعيش فيها حياة كارينة قبل الازمة كورونا عشان ااكد بس احنا كنا في 2012 كتاب يقول ان مصر نموذج لدولة فشلة 2019 في نهاية 2019 قبل كورونا وقبل الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها المؤسسات كلها كانت ابتدت تقول ان مصر بالمسيرة اللي ماشى فيها ستكون من اكبر اقتصاديات على مستوى العالم اللي قال في خلال سبع سنين واللي قال قدامها 15 سنة عشان تبقى واحدة من الجي سابن انا بس بدي لحضراتكم ازاي كان بينظر الينا بعد ست سنوات من الجهد والعمل قبل ما تحصل الازمة اللي النهاردة ضربت العالم كله اللي بقى النهاردة كل العالم في حالة لخبطة وتخبط سيتعامل معها ازاي